شكل العلاقة العراقية الدولية وما ينبثق عنها من خطوط التقاء الأمن والاقتصاد والسياسة ينعكس تماما على حراك بغداد الدبلوماسي سيما ما برز جديده في سعي حكومة السوداني للخروج بالعلاقات العراقية الأمريكية من مساحة التعاون الأمني إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمار وهنا كان الحديث في الأويناء الأخيرة حول مدى استقرار العراق وحجم تهديد خلايا الإرهاب عليه إذ أعلنت حكومة بغداد ميرالا وتكرارا أن خطر التنظيم لم يعد مثل سابقه وهو ما ركز عليه في حديث لصحف دولية مؤخرا يرى خبراء أمنيون أن العراق بات يبحث عن طريق مواجهة خلايا الإرهاب بعد أن استحوذ على الخبرة الكافية في معرفة التضريس والمناطق الرخوة التي يحاول التنظيم أعادة ترتيب صفوفه منها بما يجعل القوات الأمنية قادرة على تفتيت تلك التجمعات الإرهابية وفيما تؤكد تقارير محلية ودولية حاجة العراق الماسة لتكاتف الجهود الأمنية العراقية مع نظرتها الدولية سيما قوات التحالف الدولي لاجتثاث الوجود الإرهابي فإن بغداد تؤكد استمرار التعاون الأمني الذي يتركز على إنهاء خطر تلك الفجوات الأمنية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي سيما على الحدود الإراقية السورية ما يعني بحسب مراقبين أن خطر تلك الخلايا لم يعد فاعلا في الداخل الإراقي كما كان في السابق وإنما تحول إلى محاولات اختراق إرهابية في الأطراف الحدودية فيما تسعى بغداد جاهدة للتعاون في مرحلة ما بعد داعش من خلال استثمار القدرات الأمنية الأجنبية لتمتين خبرات القوات الأمنية العراقية في البلعد ترجمة نانسي قنقر